بسأل حك سؤال بسيط أولي بقول إنه الناس اللي بتوصل لمرحلة الغسيل الكلوي إيه أسباب الوصول لمرحلة دي؟ طيب أسباب الغسيل الكلوي إن الكليا ما عادتش قادرة تقوم بوظيفتها طيب ما عادتش قادرة تقوم بوظيفتها إزاي؟ عندنا أسباب تيجي على تلات محاور أول حاجة إن فيه مشكلة في الدم اللي وصل للكلية نفسها تمام؟ مشكلة في الدم بمعنى إيه؟ يعني مثلا ممكن حالات بعض الحالات انسداد في الشريان اللي جاي غز الكلية ده سبب أو مشكلة في نسيج الكلية نفسها يعني نسيج الكلية نفسه مش قادر يقدي وظيفته أو مشكلة ما بعد الكلية يعني الكلية قدت وظيفتها أفرزت البول بس البول ده محبوس تماما ما بيتصرفش سواء انسداد في الحالب سواء انسداد في حوض الكلية سواء في بعض الحالات بتوصل إن يكون فيه انسداد في مجرى البول زي الطفل صغير مولود بعيب خلقي مثلا في مجرى البول طيب بالنسبة للثلاث أسباب دول لو زال السبب ممكن المريض يرجع يعني مثلا لو فيه بني آدم عنده انسلات في حوض الكليتين مثلا المريض ده هو لو تلحق بسرعة ركب دعمتين أو فتح السكة بأي شكل من الأشكال وليكن كان عنده حصويتين وشالهم أو كان عنده تيومر ويتشال أي كان السبب المريض ده ممكن يتجنب بأنه يكمل حياته كلها على غسيل لكن المريض اللي عنده مشكلة في نسيج الكليا في الغالب ده بيكون مرض مزمن بالنسبة كبيرة يعني أغلب الحالات وبيتظر أنه بيكمل على غسيل بقى لحد ما يشوفه حل إذا كان فيه ترانسبلانتيشن أو كان فيه حاجة تانية